هيا بنا هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم في حلقة جديدة من ديتوكس ديتوكس الجلد الجلد من أهم الأجهزة في حياتك اللي تتبع الجهاز المناعي اللي هو الجهاز اللي بيقف قدام أي أعداء جاية تدخل الجسم لو أنت ما هتمتش بالجلد عندك حاجتين أي مرض داخلي ملوش أعراض صريحة هيطلع لك عرض في الجلد سواء صدفية سواء إكزيمة سواء حساسية بيقولك فيه حاجة جو ثاني حاجة لو أنت ما هتمتش بالجلد هيبقى جزء من جهازك المناعي معرض للسقوط وده تلي أمرات كتيرة يعني هو من الداخل مشكلة والخارج مشكلة إزاي أعتني بالجلد أول حاجة كل الشامبوهات وكل الكريمات اللي احنا بنستخدمها مصيبة سودة بتدخل للجلد مش إحنا لو أنت عندك يعني في مراهم فيها هرمونات بالمرهم عندك مرهم مثلا فيتامينات بالمرهم لأن بيدخل الجسم فتخيل أي حاجة بتحطها يعني كانوا بيقولولنا في الكلية بدم مش قادر تبلعه ما تحطوش على جلدك لأن هو هو حتى في السموم عندنا لو أنت شربت الجاز بالظبط زي ما تكون حطوا على الجلد بيدخل من جوه بيدخل في جسمك ممكن يوصل الدم صحيح مش كمية مش كبيرة بس بيدخل يعني بيمتص من ناحية الجلد فلازم تعمل ديتوكس الجلد ادخل حمامك ارمي أي شامبهات ارمي أي كريمات اي حاجة لازم تكون عضوية لازم تكون من مصادر طبيعية ارجع للصابون الطبيعية ارجع للسدر ارجع لجوز الهند زبدة جوز الهند رائعة في كل حاجة ارجع للشامبهات الطبيعية من السدر دور على الشامبهات الأورجانيك اللي مفهاش مواد صناعية مواد حافظة حاول تستخدم الزيوت الطبيعية حاول تستخدم الصابون والزيت الطبيعي هو أفضل حاجع فيه صابون كتير قوي من السلد من الفضة حلوى قوي و ينظف كويس قوي والفضة بيتموت البكتيريا الضارة و الفيروسات الضارة و تحافظ على نظرة الجلد فيه صابون و كريمات من الجوز الهند حلوى جدا فيه صابون و كريمات من الكوركم حلوى جدا اعمل انت مسك الجلدك اعمل مسكات من الكوركم شوية كوركم و جوز هند وحطهم على بشرتك الزبادي حلوى قوي حاول تستخدم الحاجات الطبيعية عشان جلدك لو حصل له سمية جسمك كله بيتسمم عشان اعمل ديتوكس او يبقى عندي جهاز الجلد سليم لازم يبقى جسمك فيه فيتامين سي محترم لازم يبقى عندك فيتامين دال اي حد بشرته جفة لازم يكشف فيتامين دال لو فيتامين دال ناقص فيتامين سي ناقص فيتامين الف ناقص في الاكل بتاعك او في الدم التلاتة دول هيقصره الجلد هيقولك فيه مشكلة عندي راجع فيتامين سي راجع فيتامين الف راجع فيتامين دال الكلاجين لما تاخده في صورة البيبتايد تاخده بودرة وتاخده مع فيتامين C حلوة أول الجلد لما تشرب شربة عظم البقر حلوة أول الجلد لما تأكل خضروات كتير حلوة أول الجلد لما تاخد انتي اكسدان مهما كان مضادات الأكسادة بتعمل ديتوكس رائع للجلد التوت، زيت الزيتون، زبدة جوز الهند، الفراولة البلو بيرز اللي هو التوت الأسود والتوت الأحمر الزنجبيل، الكوركم، الريزفيراترول، الجلوتاثايون، السيلينيوم، المكسرات عشبة القمح كل دي حاجات بتعمل ديتوكس ديتوكس عن طريق الانتي اكسدانت إن هي بتعمل مضادات أكسادة فجسمك يبقى كويس جلدك وبشرتك تبقى تمام المية البردة، دوش المية البردة بيصح الجلدي من أول وجديد اوعى تحط مية بتغلي على جسمك اوعى تحط على الأقل لو انت مش قادر مية ساعة قرب قرب الحرارة تبقى يعني مش سخنة قوي ولا نحية الساعة خفيف أنا طبعاً يعني متعود أخد دوش المية ساعة كل يوم وده فرق في بشرتي وفي جسمي وفي شدة التوم بتاع الجلد لو انت مش قادر خد يا عم دوشك عادي خالص وقبل ما تخرج حاول مش على راسك بلاش راسك عشان في الناس بتصدع من المية الساعة ولكن على جلد، على جسمك، على جسمك كله حاول تساقع المية شوية على قد ما تقدر واحدة واحدة دلوقتي اللي متعودين على دوش المية الساعة او اللي بيحطوا في السويمينج بول او في البسين او في البانيو كور تلج وينام فيها ترفع المناعة وتزاود الانتي اوكسنت وتحرق دهون وتحسن وظائف القلب وتقلل الضغط وحاجات كتيرة قوي حضرتك ساعتك فانت مش قادر عليها خلي تطش كده بينك ومن المية الساعة قبل ما تخلص الدوش بتاعك مهم جدا اول الجلد ابعيدوا المية الدافية او السخنة عن وشكه عشان كده بيقشف في الشتاء او بيقشر بيموت يعني انت لو حضرتك حتة اللحمة او حتة الفراخ حطها في الفريزر اللي هو التلج هتعيش كادي كام سنة ممكن تعيش سنة حتى في الفريزر اغليها بدم غالية الفرخة لو ما اتكلتش في يوم بتبوص صح وانت حضرتك زي الفرخة كده يعني مش زي الفرخة يعني بشرة بشرة حية فابعد المية السخنة والمية الدافية عن وشك الله يخليك عشان تحافظ عليه جسمك اهري مية ساعة وشك فترة لا ساعة ولا سخنة لو انت مش قادر انما الساعة بتشد وشك بشكل فظيع جدا يبقى نرجع للمستحضرات الطبيعية للكريمات الطبيعية الشامبوهات الأورجانيك هحط لكم لنك الشامبو اللي انا بستخدمه لو انت عاوز الأورجانيك والسدر للحموم وزبدة جوز الهندة والكركم للبشرة والمية الساعة دي توكسي الجلد مهم جدا في علاج الشيخوخة وتأخر الأمراض وحماية جهازك المناعي يلا حلقة طبة هي في النص وما توفيق إلا بالله عليه توكلته عليه وديب سلام عليكم باي موسيقى موسيقى نرقال فكر ثاني هياء بنا نرقال فكر ثاني موسيقى موسيقى موسيقى